الأحداث السياسية في الشرع العراقي لا يمر أسبوع عليها إلا وتجددت فصولها وأوراقها حرك سياسي بين خلاف واتفاق وجهود مستمرة لميناء التقارب الذي تبحث عنه بغداد وتؤكده كردستان في التفاصيل التي تكشفها في كل مرة طاولات الحوار والمفاوضات يبرز دور الأمم المتحدة في المشاركة وتقديم المشورة والمساعدة وهو الدور الذي برزت به يونامي في العراق منذ عام 2003 وحتى هذه الأيام لكن المشهد السياسي وما يرافقه من تصريحات مستمرة تؤكد من خلالها بعثة الأمم المتحدة في البلاد يبث عدة تساؤلات من شأنها معرفة دور الأمم المتحدة في مستوى تأثيره على التقارب المشهد السياسي أو أنه مجرد دور دبلوماسي تقوم به بلاسخارت في لقاءاتها مع القادة السياسيين والمسؤولين في البلاد تساؤلات كما يقول أصحابها من الشرع العراقي بهدف السعي إلى أن يكون للصوت الدولي حضره الفاعل الذي يساعد على إنهاء أزمة الانسداد السياسية المستمرة منذ إجراء انتخابات تشرينا مبكرة أما الصورة المتراكمة لدور يونامي كانت واضحة في تقديم الدعم المستمر الذي ظهرت من خلاله بلاسخارت في دعم نزهة الانتخابات ومن ثم حثوا السياسيين على التقارب ولغة الحوار لإنهاء الانسداد وتتمتع بعثة يونامي بدور واسع في البلاد وفق قرار مجلس الأمن الدولي الف وستمائة وواحد وثلاثين حيث نص على إعطاء لولوية لتقديم المشورة والمساعدة للعراق حكومة وشعبا بشأن تعزيز الحوار السياسي والمصالحة على المستوى الوطني وعلى سعيد المجتمعات المحلية فضلا عن تقديم مزيد من الدعم والمشورة للحكومة العراقية وللمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومؤسسات العراق الأخرى في الجهود المبذولة لتعزيز الأعمال التحضيرية للانتخابات